بما أنكم مقصد هذه المعركة، ما هي النصيحة التي تضغط وجوهها للمغربة في هذه الظرفيهات؟ نبدأ معك فاطم زهرة ونبدأ عندك حافظ قبل أن نوجه النصائح، نريد أن نوجه تنويه فخورة في مغربية لي فخورة بكوني أنا جزء من هذا الوطن، فخورة من مواطنيين المغربة أشدوا على إيديهم واحداً واحداً فعلاً المغربة بيينوا على حس عالي من المسؤولية، حس عالي من الالتزام بأنهم يوقفوا على جميع النصائح وجميع التعليمات التي تعطي السلطات المغرب أعطى درس الدول المتقدمة كبيرة ودول عظماء أعطاهم درس في التضحية وفي النقران الدات، وفي الحين كانت تسير وفي جسم التمريدي، سمعنا بعض الدول أن بعض الممرضين هربوا من المستشفيات الممرضين اللي بعادين على كورونا هم يطلبوا أنهم يطوعوا ويحجون أفواجاً المستشفيات لكي يقدموا الخدمات التمريدية لهم يمكنني أن نقول بأنه كان شكراً للمواطنيين اللي ملتازمين والذي يحافظوا على شروط ديال السلامة وكان نقول لهم زيدوا صبروا ما بقى قدليفات رحنا جميعاً قدوا نتخطوها هذه المرحلة ونتقوا في بعضياتنا ونتقوا في المغرب ديالنا وإن شاء الله ما غد يكون غير الخير متي عسف فبحكم أن فاطمة الزهراء وجهت تحية المواطنين أنا كذلك بدوري كان وجهت تحية كبيرة للوزارة الداخلية وكذلك الجميع الصحفيين اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة أنهم يوصلوا في طوض سواءً ديالوزارة التحية أو ديالوزارة الداخلية المواطنين باش يتجاوبوا مع هذه التعليمات فكنشكر جميع المواطنين اللي ملتازمين واللي معاونين معانا كاملين باش أننا نحدوا من هاد الوباء وكنشكر كما قلت وزارة الداخلية اللي فيها رجال الأمن وكاملين وكذلك الصحفيين اللي اليوم هما كذلك كيتوجهوا عندنا المستشفيات اللي يوم بدورهم كنخافوا عليهم وكنقولوا اليوم أنكم كتغامروا بحياتكم إلا هاد الشي كامل باش يوصل صوت ديال الممريدين وديالوزارة صحة المواطنين انتي شنو نصيحتك؟ فأنا نصيحتي المواطنين أنهم يستمروا في التزام ديالهم أنهم يبقوا في الحجر الصحي ما بقاش لنا بزاف وغاد ينتغلبوا على هاد الوباء فزيدوا صبروا الله يخليكم كان عرف أنه ماشي ساهل أن الشخص يبقى في داره مدة كبيرة أنه ما يخرش أنه ما يشوفش عائلته وأنه ما يشوفش الزنقة ولكن هاد الشي كامل غير باش نتغلبوا على هاد الوباء في أقرب وقت إن شاء الله شكرا لكم بزاف